بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وأول استوديو تحليلي لمباريات الناشئين في الموسم الجديد مباريات اليوم أو مباراة اليوم بين الأهلي وبتروجيت في الأسبوع الثاني لبطولة الجمهورية موليد 2003 في ملاعب الناشئين في مدينة نصر الأسبوع الأول كان انتهى بفوز الأهلي على زد خارج الديار بنتيجة 1-0 لصالح النادي الأهلي في بداية كلامنا النهاردة برحب بضيوفي الكرام نجم الأهلي الكبير الكابتن عادل طعيمة شرفنا منوارنا كابتن عادل الشرف لي يا كابتن لله أيضاً نجم الأهل الكبير يعني دايماً وابتدى معانا فكرة استاد الأشبال كابتن محمد حشيش منوارنا كابتن حشيش أهلاً وسلم إزايك عامل إيه كله زي الفور طبعاً كابتن عادل كابتننا كبير طبعاً كابتن عادل نجم كبير وهو صاحب أفضل علينا سواء وإحنا مدربين وإحنا في الناد الأهلي كابتن عادل أول مباراة بننقلها في الموسم الجديد ما شاء الله الموسم السابق كان في نجاحات كبيرة جداً في استوديو الأشبال الدليل على كده ما شاء الله جماهير الناد الأهلي بدأت تعرف اللعيبة والمواهب الموجودة داخل قطاع النشيب الناد الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً البرنامج الأشبال يعوض الولاد عن الجماهير اللي كان بتحدث زمان وانتوا صغيرين كان دايماً المدرج بتلعب مثلاً قبل الفريق الأول كانت تلاقي المدرج مليان فانت بتتعوض أن انت الجمهور يشوفك طبعاً فالجمهور كله بأشواء شايفك وعارفك وأحياناً الجمهور بيجي من بدري علشان يتفرج على المتشاتر المهمة دي لأنه ببقى فيه نجوم كده تبقى طالعة من صغراء في التوقيت ده البرنامج ده يمكن بيدي فرصة أكتر يعني الجمهور اللي بيحضر هنقول خمس تلاف عشر تلاف لا مصر كلها تتفرج على الفريق في الوقت ده وبتشوف النجوم اللي هي منهم صعد الفريق الأول ومنهم هيصعد إن شاء الله أو هيعار ويرجع فالبرنامج بكل المقاييس كله نجاح لأنه القناة الوحيدة في مصر وفي الشرق الأوسط اللي بتعمل هذا العمل كابتن حشيش تكمل على كلامك كابتن عادل ممكن تلاقي برنامج للأشبال في الإعلام الرياضي لكنك تلاقي ستوديو تحليل لمباراة الناشئين ما تلاقيهوش غير على قناة الأهلي بس ودي الحقيقة قناة النادي الأهلي انفردت بالموضوع ده يمكن إحنا أسوام ده الموسم الثالث حقيق لنا وبدأنا الموضوع ده كابتن عادل من ثلاث مواسم ويعني بدأ كبير الحقيقة برغم إن هو للأشبال الصغيرة إنما الستوديو بدأ كبير عرف الناس بلعيبة طبعا الأندية بتاعتها بخصش بس النادي الأهلي إن احنا بنزيع طبعا لفرق كتير جدا لو كلمنا عن النادي الأهلي نادينا طبعا الناس ابتدت تعرف وتطمئن على الأشبال بتوع النادي الأهلي ومنخص بالذكر بقى طبعا بالتحديد السنة دي الموسم ده التركيز على 2003 لأن أنا بعتبر 2003 هو ده أمل النادي الأهلي يعني حضرك طبعا مدير فن كبير وأساسا رئيس قطاع الناشئين من النادي الأهلي سنين كبيرة وخبرات كبيرة يا كابتن عادل اللعيب اللي يوصل لواحد وعشرين سنة ولسه ما بقاش في الدرجة الأولى لا دلوقتي الاعتماد القوي وأنا شايف كمان حتى النادي الأهلي مهتم بسبب خاصة بالألفين وثلاثة عمل لهم تدعمات كمان خارجية ومهتم بإيه لأنه هو ده أمل للنادي الأهلي اللي جاي فالنهاردة بنبدأ به المباراة النهاردة إن شاء الله على الهوى هنتعرف بقى خلالها على طبعا اللعيبة والجيل المحترم اللي هيبقى أمل النادي الأهلي الفترة الجاي والإضافات كمان الجديدة طبعا لانتدابها النادي الأهلي خلال أيام القادمة أستاذينكم بس نروح لفاصل وبعد الفاصل كمان هنروح لملعب المباراة ويكون معنا زمينا فروس صلاح عشان نعرف آخر استعدادات الفرقين للقاء اليوم فاصل وبعد الفاصل مع ضيوف الكرام كابتن عادل طعيمة والكابتن محمد حشيش أهلا بحضراتكم من جديد نروح لملعب الناشئين في مدينة نصر حيث مباراة الأهلي وبتروجيت في الأسبوع الثاني من بطولة الجمهورية موليد 2003 والروح لزمينا فروس صلاح نتعرف معاه على آخر استعدادات الفرقين للقاء اليوم تحياتي لك يا فروس طبعا برحب بيك كابتن اسامة كل التحية لك وكل التحية طبعا لديوفك الكرام كابتن مصر الكابتن عادل طعيمة والكابتن محمد حشيش وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة الناد العالي في كل مكان من جديد تعود طائرة برنامج الأجبال لتطل علينا مع انطلاق الموسم الجديد لبطولات الناشئين طبعا ودور الجمهورية موليد 2003 واحدة من أهم البطولات المباراة النهاردة بتجمع هنا على أستاذ النادي الآلي بمدينة ناصر ما بين النادي الآلي وفريق بيتروجيت النادي الآلي كان اللقاء الأول لي كان انتهى بالفوز على فريق افسي مصر أو نادي زد بهدف مقابل لشيء أحرازوا اللعب محمود حمدي بينما بيتروجيت كانت لقى لازيمة من نادي المصري على ملعبه بعد فيهن مقابل لشيء النهاردة قيادة فنية الفريق النادي الآلي قيادة الكابتن محمد دشارف واحد من مدربين أصحابي عن الخلق الرفي واحد من مدربين المميزين في قطاع النشئين في النادي الأهلي يدخل هذا اللقاء بتشكيل مكون من مصطفى مخلوف في حراسة المرمى قدامه ثلاثة بلعب الكابتن محمد شرف بطريقة ثلاثة أربعة ثلاثة قدامه ثلاثة إبراهيم عبد الحكيم ويوسف عاطف ومحمد شرقية نص الملعب في اليمين عبد الرحمن جودة ويعب الشمال لمازن أسامة اتنين في دائرة المنتصف كريم عثمان وميدو نبيل قدامهم مسلس هجومي مكون من ميدو أسامة ومحمد حمدي وأحمد أشرف على مقاعد أبو دلاء الأهلي النهاردة طبعاً اللي بيشهد وجود الوافد الجديد أو المنضم حديثاً للنادي الأهلي اللاعب كريم الدبيسي وأيضاً عبد الرحمن ورشدان القادمين للنادي الأهلي من الصفوف ودي دجلة النهاردة على مقاعد أبو دلاء الندي الأهلي أدهم سيحى وعبد الرحمن ورشدان وكريم الدبيسي محمد واهل عمر عبد الحميد أحمد داود ويوسف شريف ومحمد حمدي وسمير محمد النادي الآلي أن هذا الموسم كابتن أسامة كان عمل أربع انتدابات وأربع صفقات أعتقد من العناصر المهمة اللي يكونه أضافة مهمة جدا لفريق النادي الآلي هذا الموسم موليد 2003 سواء كريم الدبيس وعبد الرحمن ورشدان واللعب عبد الله زيدان القادم من سموحة والقادم من الدوري اليوناني اللعب أحمد الطعيمة عايز أقولك أن على الجانب الآخر فريق بترجيت اللي طبعا بيرقص خطاع النشئين واحد من أبناء النادي الآلي هو الكابتن ياسر رجب النهاردة أربعة اتنين التلاتة واحدة وتشكيل الفريق لهذه المباراة حرص المرمى محمد عادل أمين قدامه اتنين مساكين زياد أشرف ويوسف خليل في اليمين أحمد إبراهيم في الشمال مصطفى ردوان اتنين في دائرة المنتصف محمود قطب ومحمد فرج قدامهم مسلس جومي مكون من محمد عادل جابر محمد كامل كالوشا محمد إبراهيم ورأس الحرب نصر سعيد عايز أقول لك أجواء أكثر من رائعة عايز أشيب البنية التحتية الموجودة هنا في فرع النادي الآلي بمدينة نصر وملعب للنشئين والدوري الكبير جدا لمجلس إدارة النادي الآلي وقطاع النشئين بقيادة الكابتن خالب بيبو شايفين المشهد شايفين الصورة نتمنى إن شاء الله مباراة تخرج في إطار الروح الرياضية ما بين الآلي وبترجيت وطبعا نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الآلي أنا موجود معك كابتن أسامة لو في أي استفسار أو أي تساؤل بنشكرك فاروق شكرا جزيلا نروح نشوف مباراة الأسبوع الأول النادي الآلي كان التقى مع نادي زد وفاز النادي الآلي على زد في خارج الضيار بنتيجة 1-0 نشوف مع بعض مباراة الأسبوع الأول ونتاج مباراة الأسبوع الأول من دوري الجمهورية مواليد 2003 فاز النادي الأهلي على زد 1-0 فوز الإسماعيل على مصر مقصة 1-0 وفوز الزمالك على فيوتشر 2-1 والتعادل السلبي السيراميكا مع الاتحاد 0-0 وفوز حرس الحدود على غز المحلة 2-1 وفوز المصري على بيترجيت 2-0 وفوز بيراميز على طلاع الجيش 2-0 فوز البنك الأهلي على الدخلية 1-0 والتعادل الإجابي الماولين مع سموحة 2-2 وفوز إمبي برباعية على أسوان 4-0 نشوف مع بعض جدول ترتيب دوري الجمهورية مواليد 2003 قبل لقاء اليوم والأسبوع الثاني في الصدارة إمبي 3 نقاط برامد بالتساوي أيضاً مع إمبي 3 نقاط المصري الزمالك حرس الحدود الأهلي كل هذه الفرق 3 نقاط ده الأسبوع الأول الإسماعيل أيضاً 3 نقاط البنك الأهلي 3 نقاط كل من سموحة والموالين والاتحاد وسيراميكا نقطة لكل فريق أيضاً بدون نقاط غزل المحلة وفيوتشر الداخلية والمقصة وزد وبتروجيت وطلاع الجيش وأسوانه هذا هو بعد ترتيب المباراة الأولى والأسبوع الأول مباريات اليوم من دوري الجمهورية مواليد 2003 الاتحاد هيواجه حرس الحدود واسموحة أمام إمبيا البنك الأهلي أمام المقاولون العرب بيراميز أمام الداخلية والمصري في مواجهة طلاع الجيش والأهلي أمام بتروجيت ملاعب الناشيين من مدية مصر غزل المحلة أمام زد الإسماعيلي أمام فيوتشر الزمالك أمام سيراميكا وأسوان أمام مصر المقصة نروح لفاصل وبعد الفاصل التحليل الفني مع الكابتن عادل طعيمة والكابتن محمد حشيش أهلا بحضراتكم من جديد كابتن عادل القيادة الفنية النهاردة لفريق موليد 2003 واحد من أبناء النادي الأهلي الكابتن محمد شرف كابتن أحمد عبد الرؤوف مدرب مساعد خالد عثمان مدرب حراس مارمة كابتن محمد راشد إداري الفريق أعلى مامون طبيب الفريق عبدالله سمير مخطل أحمال وعبد الحميد حسين أخصائي التدليق زي ما احنا شايفينه وعمنا على الهواء دلوقتي محمد شرف واحد من المديرين الفنيين المميزين ده قطاع ناشئين بناد له بسم الله الرحمن الرحيم بداية أنا كابتن وبالنسبة لمحمد شرف مش غريب علي لأن أنا دربته ثلاث سنين في قطاع ناشئين وكان عندي ماتش أهلي وزمالك في بطولة الجمهورية وأخدته من فريق 17 وولاعد معايا والماتش ده بالمناسبة كسبناه 6-0 كانت فرقة حلم طولان كان فيها حزم إمام والمجموعة ومجموعة نفس الجيل الجيل هشام حنفي وهان العقبي والمجموعة ديت وبعدين برضو تشرفت به لما كنت ماز قطاع ناشئين كان موجود معايا الحياة بتابعه طبعا داخل الملعب وخارج الملعب الهدوء والرزانة وإزاي بيتعامل مع العنصر الشاب وإزاي لما حد بيجي من الاختبارات إزاي بيدخلوا بطريقة محترمة في إدارته للتدريب وفي إدارته للمباريات منتهى الهدوء ومنتهى الرؤية الرؤية النجحة وباستمرار مبارياته دايما فيها نتيجة وفيها متعة بالنسبة لأحمد رؤوف أنا دربته في نادي القناة كان معايا وكنت جايبه من المانيا برضو نفس يعني هما الاثنين نفس السمات نفس السمات هي هي فالحقيقة بالنسبة لأنا دي قالي مكسب كبير قوي للاثنين دول موجودين إلى جانب طبعا أعضاء الجهاز الفني كابتن حشيش دايما كابتن محمد شرف بيلعب أربعة اتنين ثلاثة واحد لكن من الواضح النهاردة مغير طريقة اللعب ممكن يكون مهام اللاعبين داخل ملعب متغيرة بيلعب النهاردة ثلاثة وراء محمد شرقية وده شفناها مع الدرجة الأولى يوسف عاطف وابراهيم عبد الحكيم بيلعب ثلاثة أربعة ثلاثة وشفنا أيضا برضو ميدو نبيل في وسط الملعب سابق ليه لعب برضو مع الفريق الأول في النادي الأهلي مباريات في نهاية الموسم السابق فشفنا محمد شرقية وميدو نبيل برضو من العناصر اللي ظهرت مع الدرجة الأولى طبعا محمد شرف مدير فني من أبناء النادي الأهلي كادر من كوادر النادي الأهلي النادي الأهلي بعدها طبعا للمستقبل بعد كده سيدشان بتنساش ان هو له تجارب مع الفريق الكبير في النادي الأهلي وكان فترة من الفترات طلع كابتن عدل للجهاز فوق وله تجربة برضو برة في الدور الممتاز مع فرق كبيرة عنده بطولات وباع كبير في تدريب الناشئين زي ما كابتن عدل بيقوله هو السيمة الأساسين وراجل هادي جدا بيفكر كويس بيفكر باتزان ما عندهش انفعالات زيادة بيعتمد كمان في شغله يعني أنا عشان قريب برضو من شرف شوية دايما بيركز مع اللعيب النواص بتاع اللعيب يعني بيرتقي به المستوى الفني بكل اللعيبة وبيعمل تمرنات تخصصية دايما لبعض اللعيبة اللي فيها نقص فيه حاجات معينة يقدر يطور مستوى اللعيب بينعاكس طبعا على أداء الفريق ككل طبعا النهاردة شايفينه بلعب زي ما انت قلت 3-4-3 برضو الموسم بداية فيه انتدابات وتدعمات من فرق تانية كتير برضو ممكن يكون تغيير الطريقة دي نتيجة لوجود لعيبة أصحاب قدرات ومهارات معينة يستغلها في الطريقة دي وحيبان طبعا مع بداية المباراة أحمد رقوف طبعا أحاك تتكلم دلاتي أو لعيب الناد الأهلي بيقوم بعمليات الأحمد دلاتي في ملعب أو في ملعب مباراة الناشئين في مدينة نصر معه جهاز طبعا أحمد رقوف طبعا مدرب عام ومدرب حراس طبعا خلد عثمان طبعا أحمد لعيب كبير وعنده خبرات يعني شايف جهاز متزن هادي بدأوا بماكسة بالحياة أو الماتش مع فرقة زد على ملعبها النهاردة بيلعبوا طبعا بيتروجيت على فكرة بيتروجيت يعني ناس برضو ممكن تسأل دايما الجمهورية ألف دي بتاعة دوري ممتاز بيتروجيت طبعا دي ممتاز به إنما هم تأهلوا أو تم إضافتهم في الممتاز ألف نتيجة أنهم طبعا أبطال الممتاز به السنة اللي فاتت يعني طبعا مميزين جدا في الألفين وتلاتة والألفين واحد والألفين وستة فحصل اعتذارات من بعض الفرق طبعا الدوري الممتاز نتيجة طبعا للنفقات والسفر والحاجات دي خطوة مهمة نشوف برضو قطاعات ناشئين في الكسم التاني قطاعات مميزة تلعب في الدوري الجمهورية ويباليها دور والناس تبدأ تعرف المواهب الموجودة بنشوف بيتروجيت في الدوري بنشوف زد من الكسم التاني بنشوف أيضا القناة في دوري آخر برضو في دوريات الناشئين خطوة مهمة بات والله يا كابت أنت بيتلمس في موضوعات مهمة جدا ممتاز به من خلال حضرتك يعني لو مفروض ممتاز به دي يبقى عشرين نادي ويبقى هناك استثمارات وهناك بس فضائي لأن الممتاز به مصر مليانة مواهب وغنية جدا بالمواهب ربنا عمر ما هي منه على البشرية بمواهب تبقى موجودة فأعتقد الممتاز به مليان من النجوم وتلاقي معظم النجوم اللي بيجوا الأهل والزمالك أصلهم بيجوا من الممتاز به أو من قطاعات الناشئين كان ليا ملاحظة في طريقة اللعبة كانت بعد إذنك أنه بيلعب بثلاثة أربعة ثلاثة أولا الطريقة دي طريقة هجومية 100% لأنه الثلاثة اللي موجودين إبراهيم ويوسف ومحمد شرقية ساعة الهجمة محمد شرقية بيكمل ناحية الشمال يبقى بيلعب بثلاثة وبيكسف في وسط الملعب بيدوا حرير الظاهرين وبعدين من ناحية يدمين إبراهيم بيكمل والشرقية خش ويوسف يبقى بثلاثة ويبقى في نص الملعب فيه أربعة أربعة يعني في النواحة الهجومية طريقة تلاب تتغير أما ليه وبعدين محمد من النوع اللي بيعجبني جدا أنه مارن تكتيكية يعني هتبصت ليه أحيانا في الماتش ربع ساعة ثلاثة ساعة ممكن يبقى مغير تغييرتين يعبر بيهم تغييرات تكتيكية حسب نتيجة المباراة تمام كانت نحشيش وانت حقاك المديري التنفيذي منطقة القاهرة هل النهاردة يليك دلوقتي قبل انطلاق المباراة بعشر دقائق بقولولي أن الحكم المساعد الثاني لسه ما جاش لحد الوقتي حكم الساحة موجود حكم المساعد الأول موجود لسه حكم المساعد الثاني حامل الرأي لسه ما جاش بس عايزين نعرف طعم الحكام ده قاهرة ولا يريد برضو يقولون دلوقتي حالا الأعداد يقول حكم الساحة حكم الساحة كابتن حسن محمود الحكم المساعد الأول كابتن محمد فواد الحكم المساعد الثاني لسه ما جاش لحد الوقتي طبعا دي تبقى مشكلة كبيرة جدا لو طبعا تبع حكام القاهرة لأن النادي الأهلي ده في وسط يعني دلوقتي في وسط البلد والعملية إنما ممكن تيجي مثلا من حاكم طاقم مثلا يكون من منطقة تانية وجاي مثلا ممكن حصل له حاجة في الطريق لقدر الله فمقبولة شوية إنما طبعا حكام قهرة تبقى صعبة وهي في الحالتين أنا عارف إنها صعبة لأن دي بداية موسم ومباراة طبعا طرفها النادي الأهلي مع بيترو جيت يعني مباراة كبيرة فطبعا لا الموضوع ده طبعا مش حيتساب يعني مش حيتساب هقول لحضراتكو برضو مدلاء الفريق النادي الأهلي حرس المرمى أدهم سيحة عبد الرحمن رجدان الوافد الجديد من ودي دجلة كريم الدبيس أيضا الوافد الجديد من ودي دجلة محمد وائل عمر عبد الحميد أحمد داود يوسف شريف محمد حمدي ميسي سمير محمد أخيرا كابتن عادل النهاردة الكابتن مونة عطلة جت طيب الحاكم المساعدة التاني الكابتن مونة عطلة وصلت الحمد لله الحمد لله أخيرا كابتن عادل فرصة النهاردة ملاعب المباراة النهاردة موجودة في نية نص فرصة برضو الكولر وإحنا بنزيع المباراة على قناة الأهلي إنه يقدر يتعرف على اللعيب الموجودة دكتور الناشئي لا أنا مش معاك في الموضوع ده جاتي لأسف لأنه هو أول وقت مركز قوي على الماتش اللي جاي مع الدرجة الأولى أه يعني أنا أنا يعني ده أنا لو هو جاي تفرج أقوله لا أبدا تفرجش خليك مع الدرجة الأولى دلوقتي أه أنت مركز معاك ثلاثين لعيب أه والناشئيين دول أنت كانوا معاك فترة حوالي عشر طيام خمس十شهر يوم أه ممكن يبقى حد من جهاز يا كابتن يبقى حد من جهاز النهاردة والمباراة سهلة مليئة وهو قاعد النهاردة في الجزيرة بيفتحت يفتح تفرج يقدر يتعرف أكثر على اللعيب الموجودة دكتور الناشئيين أنت عارف أنا قلت برضو أول ما جاه كان فيه مجموعة من الناشئيين كانوا لعبوا وكان الفترة ديت كنت باش في قريعة لأن كان عدد كبير جدا الحكام لسه وصلينه في ملعب ملعب المباراة كابتن حشيش أخيرا عشان هنطلع فاصل دلوقتي البداية نادلة هلينزل ضغط من بداية اللقاء وضع طبيعي يستغل طبعا مكسابه خارج أرضه الزبوع اللي فات وخسارة طبعا بيتروجيت الأسبوع الأولاني من المصري ولاد برضو مهما كانوا يلعبوا ممتاز به ما يلعبوش في الممتاز ألف فبرضو خبرات قليلة بس أنا عايز برضو أنوح على حاجة صغيرة كده سريعة جدا سريعة عشان وقتنا أن العضو مجلس دار مشف على القطاع بتاع بيتروجيت عمل عقود يا كابتن عدل لحوالي 13 واحد من الفرقة بتاعته دي عشان عنده أمل أنه هم لعبة مميزة وأنه هم برضو ده حاجة كويسة بتحفز لعبة يعني أنا بشكركم شكرا جزيلا نروح لفاصل وبعد الفاصل معلقنا المتميز الشاب لأول مرة معانا في إستاذ الأشبال كابتن تامر عبد السلام ونقابل حضاراتكو بين شوطي المباراة ترجمة نانسي قنقر